موسيقى اترجع بكم بعجلة لما تمتيل فرنسا في تاريخ المغرب تعرفون بأن الدولة التي لديها تاريخ كبير مشترك معها هي إسبانيا استعمرناها 8 قرون تقريبا وحاولت استعمرنا 6 قرون 8 إلى 6 قرون نحن نذهب إلى فرنسا كأنها قادر كبير في تاريخنا بينما علاقتنا معها متى تجاوز إلى إخدنا من إيسلي 1844 ولم كانت فرنسا مؤترة في المغرب لأننا تحاربنا دفاعا على الجزائر لم كانت شأن مغريبي خالص علاقتنا معها ستبدأ حقيقة في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 حوالي عدنا معها 130 سنة مئة وثلاثين سنة مع 14 القرن لا شيء في تاريخ المغرب لا شيء وأنا أريد أن أعطيكم أمثلا حتى الفرنسية لأنه لغات كل اللغات التي تكلمون بها من المغربة في الشواطئ بحل الفينقية ربعات القرون في ناية الفينقية انتهت ما هي الأشياء المهمة التي تحدثت فرنسا في تاريخنا التي تجعلنا نجتمعون تحدثون عليها أنا في اعتقادي فرنسا تحدثت ججد الحويج مهمة في تاريخ المغرب أولا المسألة الأولى هي السيطرة الترابية على التراب الوطني تتعرفوا بأنه أكبر سلاطين المغرب أكبر سلاطين نبدأ مع عبد المؤمن الموحيدين إلى قرية البيضق خبار المادي سأتلقى بأن المعضلة الكبيرة والتي ماتوا فيها الجنرال الكبار ليس ماتوا في المعارك ماتوا في الصراع مع الجبل مثلا أيوب قدم هذا من الكبار الأسماء سي موت في واحد طورة قادواها صنهاجة ونزلوا التادلة وقتلوه الجنرال الكبير من الجنرال الكبار من الجيش المعضلة الكبيرة من تاريخ المغرب من الدول المغربية وعدم السيطرة على الجبل لا صلاة الكبار الموحيدين لا المارينيين لا أحمد المنصور لا صلاة الكبار سأتلقى المحاولة الكبرى الذي يدارها السلطان هو مولي إسماعيل هو الوحيد الذي يدارها في 1992-1993 ويدارها ثلاثة الجيوش ووصل هو الوحيد من بداية ما يسمى الدولة الإسلامية ووصل إلى جبال أطلس المتوسط إلى ثلاثة الجيوش واحد من كناس واحد من ود العبيد من تادلة واحد جاء من الوحات وسيطروا على الجبال لمدة ثلاثين سنة أو أربعين سنة ولا سلطان واحد ولا سلطان سياسة القصابات وهو ضعف الدولة لأنها تسيطر على المجال لا يسيطر على الجبال لا يسيطر على المغرب لذلك الدولة المغربية لأنها لو تسيطر على المجال كانت الدولة ضعيفة حتى فعاذ صلاة الكبار لأن الأبناء الذين يتمردوا عليهم كانوا يتطلعوا الجبال كانت المعضلة الكبيرة لأن الحمد المنصور وهو والده أحسن حمد الدهبي والده كان في زاوية حنصال وكان يتمرد حنصالة فلا نتطول عليكم الخدمة الكبيرة التي قامت فرنسا للمغرب وكانت فيها تضحيات المغربة ماتوا كثيرا حوالي 360 ألف لكي تسيطر على الجبل لكي تسيطر وبدأت تسيطر على الجبل إذا بدنا نقولون من الأولاد المنجا التي ستدروا على تدلا بدأت من 1911 وما انتهت حتى 1939 بمعنى أن أكبر فترة المقاومة في تاريخ الاستعمار في العالم كانت في هذه الجبل لقرون والدولات التحارب معهم هذه السيطرة على التراب الوطني وضبطه وترصيخ الإدارة فيه لماذا نقول هذا وأنا نتحدث على فرنسا تتعرفون المخاطر الإرهابية أنا كنت مع سافر دولة عربية فلما كنت نشتغل مدير فبني ملال قال لي هذه جبال هائلة قال لي واش عمروا وقعوا شي أحداث إرهابية قلت له أبدا قلت له نحن وحلين مع الجبيل قدوكا عمرنا لم يمكننا أن نسيطر عليه أنتو ما قاء هذا الجبال قلت له هذا العمل قلت له فرنسا ولكن كملا أيضا جهاز الدولة التي استفاد وبقى فعال إلى آخره وهذه نعمة عظمى تصور كان هذا الخطر محذق 21 سنة ولكن نحن متهنين من الجبل لأنه فرنسا فرنسا قلت له العمل الثاني الذي قلت فرنسا وعمل مهم عمرنا لا ننسى لها بالإضافة القضية الترابية الضبط وترصيخ الدولة في مجالها كله والمعرفة المعرفة التي قلت فرنسا للمعرفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاوز المعرفة الهائلة العظيمة التي قلت فرنسا لا نتجاوز حتى الوطائق في فرنسا لكي تقرأهم لا يمكن أن تظهر على العرفة ولا يمكن أن تظهر على الرعي ولا يمكن أن تظهر لا يمكن أن تظهر لكم الكتب الأساسي هذه المعرفة التي تبدأ من الكتب ماروك في شارد وفوكو 1884 ويأتي في الغرب ويأتي إلى إنستيتيت بيربير تقارير وتتعرف فرنسا الأهمية هو أنها قرنات ويطلع أحد دور كبير قرنات العمل السيطرة المغرب بالمعرفة كانت تطلب من الزوفيس السيرفيس الزنديجان في طرقية يقوموا لذلك أعظم ما لدينا مثلا كيف ستعرف الجبل لا تقرأ مثلا سعيد جنون سبيلمان سبيلمان أغلبوه راسم ويأتي الأعمال الكبرى التي تطلب الفرنسيين حتى أنه لتعرف الأهمية المعرفة التاريخية التي تطلب الفرنسا على المغرب وأنها مخلط موسيقى مخلط طرز مخلط 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 كل شيء يمكن أن نخذه فيها جيد ولكن هذه المعرفة شيء عظيم لكي نعرف أهم مؤرخة العروي ثلاثة الكتب الذي كتب في المهنة مجمل تاريخ المغرب ولا تاريخ المغرب وهو مجرد سجال ليس في الوقائع التاريخية قراءة الوقائع التاريخية خصوصا الفرنسي لتاريخ المغرب أعود إلى الكتاب في نئة المطاف هذا الكتاب هو رد على قراءة الفرنسيين كتاب الثاني على الناسيوناليزم ماروكا هو أيضا رد على الفرنسيين في الأمور لأنهم مملكوا الوطنية المغربية حتى الكتاب له الماروكي حسندو الذي ينتهي فيه الفكرة أن المغرب دبرا بروح ضابط للشؤال الأهلية هو عملية حضرة فيه فرنسا بمعنى أن كل ما يمكن نقوم به هو معارضة أو رد فعل أو اسمه للمعرفة الفرنسية المعرفة الكبرى المعرفة يقولون الطرقان وكذا استعمارتنا ألمانيا ممكن تدير الإنفرستركتور حسن في فرنسا وكذا نقول من السعدي ونحن ندير التجربة للسقي الحديث سنقول أشياء مرتبطة للإستعمار لو استعمرتنا الإنجليز سنقوم بها ولكن الخدمة الكبرى هو قضية الإدارة الترابية والمعرفة التي دائما نحتاجها نأتي إلى الاستقلال المغرب سنقسم بين الجوج الحواج ستكون واحدة في فرنسا ستجعلنا الجامع وسأعط العلمانيين ستجعلنا العمال وسأعط الأطر لكبر الكبر ستجعلنا المتاجر الشوانت وسأعط أبنك ستجعلنا ليلة التي تدبر المغرب في كل مجالات ستجعلنا الجامعة لماذا؟ لأن المغرب ستجعله فيه جوج دو تندنس كأن الناس الذين يسبحون في فرنسا و كل ما يتعلق بالفرنسا والناس القومية العربية وكل مغرب توزعوا فيه أنت عندك هذا المجال أنا عندك هذا المجال طبعا الجوج يضعفوا في المغرب الوجود الوافد آخر التي تمكن من الثمانينات ولكن أرى باقي بعض المجالات الأساسية في تاريخ المغرب الأساسية في تدبير المغرب وهذا في يد الفرنكوفونيين في يد الناس اللي مرتبطين بفرنسا بالتعليم ديالهم ومرتبطين بها حتى وجدانيا حتى وجدانيا حتى وجدانيا ولا يرون أنفسهم إلا في فرنسا أو تحت النظر الفرنسي ما سنقترح لأن عشرات دقائق سنحتار معها سنقترح نقترح نقترح إلى فرنسا في المغرب سنقول لماذا نقترح فرنسا نحن نقترح فرنسا كما دروا الفرنسي فرنسا نرى هذه الأزمة الأخيرة نحن نحاول فرنسا بالشتيمة وأحيانا نحاول فرنسا بطريقة عالية إلى آخره ونحن لا نتصور بأن الحادثة في الغرب صفة عامة بنيت على نقد شريس للدات القوة للحادثة الغربية من سبينوزا وغير سبينوزا تبنت على نقد جدري الأشياء ونحن نحن نحن نقض فرنسا كما كانت نقدها صارتر كما تنقدها فوكو كما تنقدها بارت كما تنقدها كما تنقدها أرى أنا كنت تحددت سي محمد على الكتاب العظيم الذي هو كايد السورة والذي خرج من مورال موت وأنا كنت قلت لك نعمل على ترجمة 200 صفحة في كتاب ضخم فيه واحد النقد الفرنسا الذي عاش في مخلل طقافة فرنسية لا لغة فرنسية وكنت أتساءل ما لدينا القدرة ونعيش في المغرب أن النقد الفرنسا بهذه الجدرية بهذه القوة الفرنسيين لم يتقلقوا لأن الكتاب فرنسيين إيمار بمعنى أن ما هو الذي يحتاج له هو النقد الحاجة لأننا ليس في حاجة الفرنسا نحن في حاجة العالم من ضمنه فرنسا لأنه في حوالي سبعين سنة ونحن نتصور على الأقل ليليت في المغرب تتصور بأن العالم هو فرنسا العالم هو فرنسا يجب أن ننقد هذا الحاجة وبدأ بلا هوادة ونقوله بأن نحن في الحاجة للعالم ليس في حاجة فرنسا وفرنسا من ضمن العالم إذا قلنا هذا علاج لأن فرنسي فانون في كتاب مهم بزاف كنحلل فيه عقليات الإنسان التي تكون استعمرات وشي دولة بونوار ماسك بلون نحن المستعمر دائما عند واحد السيكولوجيا ديال ديال لا يت لا يتأهل إلا إلى مثلا قال بأننا نتلقر في فرنسا وأننا نخرج صوربون هذه تقولها بواحد الافتخار مثلا يمكن باناليزي وقع يقول لك بأن هذا شريته من فرنسا رغم أن هذا يمكن أن يكون في الضرب ومن يمكن أن نفس أن يمكن أن يقوموا إلى أن فرنسا ونجحوا أن نموذج التنموذي قدما للسفير الفرنسي قبل منه هذه الحقيقة المسألة الثانية أن نخرج من فانون أن كائنا مستقلة وستقلت سبعين سنة المسألة الثانية أن فرنسا لم تعد نموذجا لنفسها الذي يتبع في الاقتصاد وفي الفكر وكذا فرنسا لا تعتبر نفسها نموذج لها وريمون آران رجعوا الكتابات في سبعين كانت يعتبر أن فرنسا لا يبقى نموذج الدليل على هذا أن نكمل ديريدا في المريكان أن نكمل ليفي ستراوس في المريكان أن نكمل أن نكمل ريمون آران في المريكان فرنسا هجرت الجامعة الفرنسية في سبعينان ونحن 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 نعتقد بأن فرنسا قوية اقتصاديا يا سيدي دول برازيل ومصر فهذا من هنا العشرات السنوات ستفوت الخام الفرنسي ستفوت من هنا العشرات السنوات فرنسا ستتراجع فرنسا لم تعد نموذجا الناس الذين اعتقدوا أنهم يريدون ونحن ونحن فرنسا نفسها ونحن ستسمعوا الخطاب الرئيس فرنسا لا تستطيع نموذج نموذج تبحث عن نموذج الألماني والنموذج الأمريكي تبحث عن نموذج لتخرج من الأزمات وتحرر من فرنسا والموذج ونحن ونحن الفكر ونحن الفرنسا لغة الفرنسية لأن لغة الفرنسية لديها وقدرة على التجريد لغة الفرنسية لغة الفرنسية لغة وطنية في المغرب لا تستطيع لأن جزء من تاريخنا لا يعني الفرنسا سبب بسيط ناطقين بالفرنسية ما في العالم مئتين مليون ما في الفرنسية خمسة وخمسين مليون ستين مليون مئة وخمسين مليون ليس فرنسيين بمعنى لم نتعقد هذا القضية أنا شخصيا أدعو المراجعة أننا نبقى نعتبر في فرنسا أننا نبقى نرتاح في هذا ويصدر غير ما قال في المنزل ويزعزعنا ويصدر لأنه هذا الشيء نقوله أننا نضعف ونحن باقي نعتبر في فرنسا العادية عدنا 14 القرن مع إسبانيا وقدرنا نواجهها ونبقى نتامي الأفق الذي أعطيتنا الفرنسية كلغة كخيال كأدب كفكر الذي نحتاجه ليس لفرنسا ليس لفرنسا لأنه نتامي والتقاف ولكن لأنه ما يقتل كما يقول نيتش هو الفكر الواحد هو اللغة الواحدة هو الوعي الواحد وشكرا شكرا شكرا سيد كريم جوتي وشكرا وشكرا